كلام كده ودردشة بسيطة بالنسبة لمنحة الحكومة الروسية ومنحة اوبين دورس. هبدأ بمنحة اوبين دورس. منحة اوبين دورس الناس اللي اتقابلت عشان خاطرها الاسئلة بتتباعد كتير وانا عارف ان يعني الناس بتحب تسأل لان هما تقابلوا في المنح هنعمل ليه اللي بعد كده والكلام ده كله. حضرتك بعد ما انت اتقابلت في بتاعك لما بتدخل بالنسبة للناس المعدمة على ماستر ديجري اللي هو ماجستير انت مطلوب منك ان انت ترفع الاوراق اللي مطلوبة منك فيما بعد. يعني بيكون عندك ابليكيشن وليه انت ممكن تتفضل تملى بتاعك وتتبع في مل بتاعك. احنا كقناة دكتور منحة بنعمل ده بمقابل مادي اي عيب ولا اي حاجة ده الشغل بيتعامل. احنا بنعمله لو انت حايف تعمله من خلالنا بتملى ابليكيشن فريق بتواصل معك. عاستعمله بنفسك بتتفضل تعمله والجايدلاينز موجودة على الموقع الرسمي كل حاجة عند المربع بتاعها. ازا تاني بيقول لك املاها بيقول لك املاها ازاي او بيقول لك سيبها فاضية فانت بتصيبها فاضية. بعد كده في ملف كده اسم كونسنت انت مفروض تطبيعه وتمضي عليه. دول هم اول ملفين في اول حاجة. بعد كده بيكون طالب منك اوراق تانية. ايه هي الاوراق التانية? جاوز السفر بتاعك صورة منه اصل وترجمة بتاعته بالتوسيق والنتاريوس. طبعا توسيق الخارجية والنتاريوس. بيكون مطلوب منك بيانة درجات بتاعك الاصل والترجمة بتاعته. شهادة التخرج بتاعتك الاصل والترجمة بتاعتها. بيكون مطلوب منك كشف طبي عام ان انت خالي من اي امراض. بيكون مطلوب منك كشف ان انت خالي من فيروس نقص المناعة المعروف باسم الاتزا طبعا. ويكون طالب منك تحاليل تانية اللي هي تخص الويروسات الكابدية والكلام ده كله. كل ده مكتوب على الموقع الخاص بالمنحة داخل بتاع حضرتك. فدي كلها مستندات مطلوبة من حضرتك انت لازم ترفقها في خلال التاريخ المحدد. قبل كشن بيتمالك كونس انت بتمضي عليه. بتطبعه بتمضي عليه بتعمل له سكان وترفقه وبعد كده الاوراق اللي انا لسه ذكرتها لك دلوقتي. ده بالنسبة لماجستير بترفع اوراقك طالما رافع اوراقك بشكل صحيح. الموضوع كله تمام ومية المية وانت كده في السليم بتقلقش من اي حاجة بازن ربنا طالما عامل انت في السليم طالما عامل الورق زي ما مطلوب منك بالزبط. تمام? لو في اي تعديلات المفروض ان هما بيتفضلوا يعني شاكرين ان هما بيبعتوا لك بيقول لك اعدل الحاجة دي بيكونش في اي صعوبة. الموضوع روتيني طالما انت عدت المرحلة الولى وعدت الامتحان. انا ديني بقول لك روتيني في منحة اوبندورز وآه خلاص انت كوبولك في المنح مؤكد مليون في المية. لكن فاضلك تعمل المستندات زي ما مطلوبة بالزبط. انا حطيت لك وشي في الكاميرا عشان خاطر تنساش وشي. وانت تبقى مبليك اشاء. لو وشي وحش عليك يا سيدي ما تفتكنيش خالب. في اكتر من كده تاني? طيب بالنسبة للدكتوراة فالناس دي لازم تختار مشرفين. والمشرفين دولا ملزمين ان هما يعملوا معكم قابلة. سواء هيبقى لك او لقدر الله يرفضك. ما فيش حاجة اسمها المشرفين التلاتة يرفضوك الا بقى لو انت ما عندكش اي معلوم مخالص او مش بتكلم انجليزي معهم او مش عارف تجوابهم. ده قصة تانية. لكن المشرفين ناس لطيفة جدا. الاسئلة بيكونوا حطنا لك على الموقع. مش بيسألوك اسئلة علمية بحتة. ممكن اسألك انت عايز تعمل معي دكتوراة ايه? انت ايه هدفك? ممكن انت برضو تصبت معك كلام ان انتو الاتنين هتتفق على موضوع ان انت شايف الموضوع ده مناسب لك اللي هو عندك اقتراح ممكن تتنقشفه الموضوع. حاول ان هو لا يفرض عليك حاجة ولا انت تفرض عليها. لو ما فيش مسلا المشرفين نزدولك اه مسلا حد رفض ان هو يعمل لك التلاتة رفضوا ان يعملوك مقابلة لازم تتواصل مع اوبندورز وهم اللي بيعملو لك حل. في ناس عادي ممكن تدخل كمشرف ان هو يعمل معك انتروفيو ويقبالك وبعد ما بتروح هناك يقول لك انت هتشغل مع مشرف تاني دي ما فيش اي قصة نهاية وبتحصل مع الناس كتير عادي جدا. وبعد كده هينشوا نفس الخطوات بتاعة الناس اللي هما بيقدموا على مجلستير وتقبلوا مجلستير ومعاموا الاوراق زي ما انا قلت لك بالزبط الاوراق بتاعتي. تمام? بالنسبة لمنحة الحكومة الروسية اللي اتكلمنا فيها اكتر من مليون مرة وهنا في الفيديوهات على القناة موجودة كلها انا عاملها. منحة الحكومة الروسية. قلنا مليون مرة. مليون مرة عشان خاطر الناس اللي بتشتكي في الاخر وتقول لك المنحة ضاعت مني. المنحة نصبة. المنحة مش موجودة. المنحة بتتباع المنحة. كل واحد فيكم. قلت لكم ادخل على بتاعك. تابع عملك ودخل على الحساب بتاعك. انت وعلى الحساب بتاعك. لو في اي تعديل هيقول لك فيه تعليق. وبتدخل تشوف التعليق. اذا كان في مستندات ولا معلومة نقصة بتعمل التعليق الموجود. اغلب التعليقات جاية ان انت تطبع ملف وتمضيه مرة تانية. الناس بتقول ما هنقلنا ماضينه قبل كده نرفعه وهو. حضرتك انت تلامح حاجة ضرورة في ملفك. لازم تعيد تباعت مرة تانية. وتمضي عليه مرة تانية وترفقه مرة تانية. كزلك الامر في الابليكيشن الاخير. بيقول لك اي طباعت الابليكيشن ومضي عليه. ما تجيش تتنصح وتطبع اخر صفحة. هو عايز منك تطبع الخمس وراءات. وتمضي في الخانة المحددة ليك وتكتب التاريخ وترفق له المستند بتاعك مرة تانية. فهو ده المطلوب منك لو جالك تعليق. ده المطلوب منك لو جالك تعليق. طب لو جالي تعليق او بتاعي. وانا التاريخ فاتني. اعمل ايه? الحق ارفع الورق بتاعك. ده الحل الامسل. هتسيبه فاضي مالوش لازمة. اعمل اللي عليك. سيب البقى على ربنا وان شاء الله الدنيا كلها تمشي. في ناس بتكون متفاهما ان الناس عندها ظروف ما فلحدش بتاعها والحساب بتاعها. فيتسكي ما فيش مشكلة. التاريخ عد عليك. تمام? ما عليش اعمل الحاجة المطلوبة. والحق ارفعها. بدأ ما تتأخر تاني. طيب. الناس اللي مكتوب لها ده مش معناه ان انت اطرفت. ومش معناه ان انت تقابل. من غير ما يكتب لك معناه ان هو شاف بتاعه. ودي له فرصة لو سمحت يشوف بقى عشان خاطر يقارن. وعلى اساس المقارنة هيبدأ يعني النتائج. وقلت لك في اليوم مرة منحة الحكومة الروسية في كل الدول العربية ملهاش كتالوج. يعني ملهاش كتالوج يعني كل دولة بتعدن عن نتائج المقبولين في مرحلة معينة. في وقتهم معينة. تلاقي كل دولة كده مع نفسها طلعت النتائج. تلاقي كل دولة مع نفسها طلعت ان هنا في انترفيو هنا ما فيش انترفيو. فكل ده بتقدر تعرفه من خلال الحساب بتاعك. من خلال الايميل بتاعك. لازم الاتنين انت تتابعهم مع بعض. لسه ما فيش حاجة عن الحكومة الروسية غير في العراق لما قالوا له مرفقوا من سندات المرحلة التانية. فمش عارف. كل حاجة بنقولها. ليه مش بتتابع? لما هي مصلحتك? ليه مش باكي عليها? ليه مش بدخل على ملفي اشوفه? ليه مش بتابع ايميلي? اه مكتوب خلاص انا لسه في المرحلة بتاعت الهما شافوا الملف بتاعي. النتيجة لسه ما طلعتش عشان احكم على نفس اطرافات او بالماء. النتيجة مطلعتش في بلدك. ما تقول ليش سمعت فلان قال. انا بقول لك الديني استند رسمي. مش راح لك من موقع رسمة اقول لك يا دي الموقع رسمة في واحد اتنين ثلاثة. حضرتك نتيجة بلدك. سمعت من واحد ان هي طلعت. الدين الملف بتاع النتائج. هو قال لك انا سمعت ان فلان نتيجة طلعت. قل له طب الدين الملف هي قل لك ده فلان قل له طب اسأل لي فلان خليه يقول لي فين عن موقع الرسمي ده مكتوب? فين النتائج طلعت. المركز الثقافي الروسي في بلدي فين اعلن? على ان يصبح من صفحاته. الهرج ملهوش لازمة. الكلام الكتير ملهوش لازمة. البلبلة والصرصرة ملهاش لازمة. الفتاوي اللي بتطلع كل يوم ملهاش لازمة. المنحة بتتباع كلام مش موجود. فيه نصب واحتيال بيتم على الناس ان انت تدفع في الروس عشان خطر تسافر تدرس وهيبعلك منحة. بيحصل نصبه لاحتيال. ما تخليش واحد زيك متعلم دماغه كبيرة اني دماغه تسقيح مع الكلام اللي بيتقال. حضرتك كأب او حضرتك كأم بتشوفي الفيديو. او يعني ابنك جاي يقول لك خمساش الاف دولار يا بابا يشتري منها. يعني ايه هو ده يدخل عالي. ده ما انت على خمساش الاف دولار ما هو ممكن يسافر يدرس في روسيا ويرجع من خمساش الاف دولار كل الدراسة. ليه تسمح لنفسك ان انت يتنصب عليك? او على اهلك اللي تعبنين في الفروس. فبلاش فتاوي. اتمنى الفيديو يكون حد يسمعه للاخر. اتمنى يكون يستفد من الفيديو وانتظره. ما تخليش حد يضحك عليك وياكل بعقلك حلوة. شكرا. سلام.